السلام عليكم أرسل الله تعالى أنبياءه إلى الناس في كل زمان لكي لا يكون لهم حجة على الله يوم القيامة فاصطفى الله أكثر من 300 نبي وبلغهم بالرسالة والدعوة لكنه لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 نبيا فمنهم من أرسل إلى بني إسرائيل ومنهم من أرسل إلى العرب وغيرهم وكان شعيب عليه السلام من أشهر الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى العرب ولكن للأسف فإن معظمنا لا يعلم شيئا عن هذا النبي العظيم إلا اسمه ولكن ماذا فعل قومه به وكيف كانت نهايته ونهاية قومه في هذا المقطع سنروي لكم قصة النبي شعيب عليه السلام على حقيقتها فتابعوا معنا ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس أرسل الله تعالى شعيب عليه السلام إلى قوم مديان وهم العرب الذين كانوا يسكنون قرية مديان في أطراف شام عند منطقة الهجاز ويقالوا أنه كان حفيد نبي الله لوط عليه السلام أو أن جدته كانت أحد ابنتي لوط عليه السلام وكان قوم مديان من أسوأ الناس فكانوا يقطعون الطريق ويسرقون الناس ويغشون في الكيل والميزان ويعتبرون الغش ذكاء ودهاء وكانوا فوق ذلك كله يعبدون الأيكة من دون الله والأيكة هي الأشجار والغيضة الملتفة حول شجر الأيك فكانوا يعبدون النباتات والطبيعة وكان بينهم رجل صالح يدعى شعيب استفاه الله تعالى وكلفه بالنبوة والدعوة فانطلق إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأشجار والتوقف عن الغش في المكيال وإخافة الناس وإيذائهم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولكن كعادة الأقوام الكافرة المتكبرة فقد رفض قوم مدين الاستماع لكلام شعيب عليه السلام فقد كانوا يعتمدون في حياتهم على قطع طريق المسافرين والغش في كل شيء فقالوا له أتريدنا أن نترك دين آبائنا وأجدادنا ونستمع لك فمن تظن نفسك أم أن هذه الصلاة التي تصليها قد أصابتك بالجنون لتظن أنك ستقنعنا بترك ديننا وتفويض أموالنا إليك فقال لهم أنا لن أمركم بشيء إلا وسأكون أول من يفعله فيكم ولن أنهاكم عن شيء إلا وسأكون أول من يتركه منكم فلم لا تصدقون كلامي فضاق قوم مدينا الذرعا بشعيب وكلامه فهو يعكر عليهم صفو حياتهم ويتدخل في أمورهم فبدأوا يخططون للخلاص منه بشكل نهائي وترضه من المدينة هو والقلة القليلة الذين آمنوا معه فاجتمعوا معا وذهبوا إلى بيته ليهددوه وخيروه إما أن يعود إلى دينهم ودين آبائهم أو يطردونه من قريتهم قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا فقال لهم وكيف تريدون إجبارنا على أن نترك ديننا وأن نترك الحق وعبادة الله الواحد بعد أن من الله علينا وهدانا للإيمان به يا قوم لا تجعلوا حبكم لمخالفتي وخصامكم لي ولما جئتكم به يدفعكم على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم فيحل الله بكم العذاب كما أحله بأشباهكم من الأقوام الكافرة قبلكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والذين كذبوا رسولهم فآدوهم وخالفوا أمر الله تعالى وتحدوه فردوا عليه أنهم لا يفهمون ولا يعقلون ما يقوله ويؤلفه من الكلام والخدع وأنهم لن يستجيبوا إلى رجل ضعيف مضطهد من الناس مثله ثم هددوه بالرجم إن لم يطعهم ويعود لعبادة آلهتهم قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولما أيقن شعيب عليه السلام أن قومه قد وصلوا أعلى درجات النكران والعصيان لله تعالى وفقد الأمل من إيمانهم قال لهم بلهجة تهديد ووعيد إن كان هذا ما تريدون فابقوا على دينكم وكفركم وأنا والمؤمنون معي سنبقى على ديننا وإيماننا وسيبين الله تعالى من هو المحق المنتصر فينا ومن الخاسر الذي سينال الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة وعندما وجد شعيب أن القوم مديان بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه استنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصروه على الذين جحدوا وكفروا به وخالفوا رسله فأمر الله تعالى شعيبا أن يخرج بالمؤمنين من القرية لكي لا يصيبهم العذاب مع قومهم فخرج شعيب والمؤمنون جميعا وابتعدوا عن قومهم اتقاء لغضب الله تعالى الذي سيحل بقريتهم وجاءت ساعة العقاب الإلهي والغضب الرباني الذي لا يرد ولا رجوع بعدها وفجأة لم يجد قوم مديان إلا أن رجفت بهم الأرض وزلزلت زلزالا شديدا دمر بيوتهم وقريتهم وأزهق أرواحهم وصيحة شديدة عظيمة سوت أجسادهم بالأرض وأخمدت الأصوات فلم يبقى فيهم رجل يتنفس بنفس أو ينبس بحرف واحد قال تعالى فأخذتهم الرجافة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وأنجل الله تعالى بفضله نبيه والذين آمنوا معه من أهوال ذلك العذاب المرعبة قال تعالى وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا أَجْجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعاد شعيب إلى أبواب القرية فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ذلك جزاء من لا يعتبر بغيره من الأمم والأقوام فقصة قوم ميدين لم تكن بعيدة عن قصة قوم لوط قد كانوا بعضهم بزمن قريب ولكن الله أعمى بصيرتهم فأصروا على كفرهم ولم يعتبروا بغيرهم فكانت تلك عاقبتهم ويقول كثير من العلماء أن شعيبا كان شيخ ميدين أو كاهنها وأن موسى عليه السلام حينما هرب من مصر خوفا من غضب الفرعون بعد أن قتل أحد جنوده سافر إلى ميدين فتعرف على شعيب عليه السلام والد الفتاة التي ذكرت قصتهما في القرآن الكريم والتي كانتا يريدان أن يسقي أغنامهما ولكنهما كانا ينتظران الرعيان حتى ينتهوا من السقايا فأتى سيدنا موسى عليه السلام وأعانهما على ذلك ولقد التقى شعيب عليه السلام موسى فأحبه وأعجبه ولقد زوجه إحدى بناته بمقابل أن يعمل موسى عليه السلام لديه ثماني حجج أي ثماني سنين وقد تم النبي موسى عليه السلام العمل لديه عشر حجج قبل أن يهاجر مع أهله من ميدين ويعود إلى مصر وبقي شعيب عليه السلام عند قومه في ميدين نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الآجاب دعما له ومشاركته مع من تحب ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة ودمتم بحفظ الله ورعايته